اشتركوا في القناة بما يسهم في تقوية جسور التعاون لسيما على الصعيد الرياضي وفور وصول سموه مطار النينوي اكينو الدولي كان في استقبال سموه والوفد المرافق له السفير الفلبيني لدى مملكة البحرين سعادة السيد الفونسوفير وعضو لجنة الفلبين الرياضية السيد تشارلز ماكسي وقنصل مملكة البحرين لدى جمهورية الفلبين سعادة الدكتور امابل اجيلوز التاسع وبهذه المناسبة اعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن سعادته بالتواجد بجمهورية الفلبين الصديقة كونها واحدة من الدول التي نعتز بصداقتها وبالعلاقة الطيبة والوطيدة التي تجمعها بمملكة البحرين وما تمتاز به تلك العلاقة من تعاون ثنائي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية ونتطلع من خلال زيارتنا لتعزيز ذلك التعاون لا سيما في المجالات الرياضية والذي يدفع بتلك العلاقة نحو افق ارحب واشمل تسهم في تنام العلاقات بين البلدين واضف سموه ان الفلبين ستكون محطة هامة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من بطولة القتال الشجاع لفنون القتال المختلطة للمحترفين يوم الخامس عشر من مارس الجاري والتي ستعزز من حضور هذه البطولة على مستوى دول الشرق اسيا بما ينعكس على نجاح التجربة البحرينية في رياضة فنون القتال المختلطة من خلال هذه البطولة التي انطلقت من مملكة البحرين لتجوب مدن وعواصم بلدان العالم ولتؤكد ما وصلت اليه البحرين من مكانة متقدمة في سماء هذه الرياضة العالمية مشيرا سموه الى ان بطولة بريف تمتاز بشعبيتها الكبيرة في المنطقة بعد احتضانها للعبين المحترفين وبخاصة من الفلبين الذين اثبتوا قدراتهم على المنافسة وتحقيق نتائج مميزة وكتابة اسمائهم في سجل الابطال لهذه البطولة تحقيق نتائج مملكة البحرين تحقيق نتائج مملكة البحرين تحقيق نتائج مملكة البحرين